طيب خلونا نروح لملف آخر وهو يمكن حديث الساعة الآن الدراما الدراما متمثل أو الفن تحديدا متمثل في الدراما والسينما دايما ما بيكون مرآة بتعكس الواقع الحقيقي للمجتمعات لكن لو كلمنا على الدراما الرمضانية فبالله فيه منفسة شديدة جدا والدراما تحديدا في مصر بتقدر اللي هي تكون متفوقة ومتنوعة ويعني بتقدم كل موسم أو كل سنة في رمضان كل ما هو جديد مش بس بينتظروا المشاهد المصري لا المشاهد في المنطقة ككل لأن أيضا المنطقة العربية تحديدا بينتظروا زينا زيهم بالضبط النجوم والفنانين والأعمال اللي هتقدم في موسم رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين وفي الحقيقة هو ده المعتاد اللي بقىنا تقريبا كده ثلاث أو أربع مواسم بنشوفه من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلونا نعرف إيه الجديد في الموسم الرمضاني 2022 من خلال الناقد الفني الأستاذ خالد محمود اللي بنوارنا في الستوديو صباح الخير يا أسوة خالد صباح الخير كل سنة وحضرك طيب وحضرك طيب وكل الجمهور بخير والمشاهدين في مصر والعالم العربي أهلا بحضرك كيفان دم كل سنة وحضرتك بخير وانت طيب طيب أسوة خالد في البداية عاوزونا نعرف من حضرتك قراءتك بقى للمشهد الرمضاني الدرامي في هذا الموسم بالحقيقة أنا متفائل جدا بالمشهد هذا العام وعندي إحساس أنه مصر بتأكد وبتسترد جزء من قوتها النعمة مصر الجديدة بقى جمهورية الجديدة أيبا بصل السنة اللي فاتت طبعا كنا يعني كنا عايشين جزء من أجواء كورونا أثرت شوية على الكام أثرت شوية على المتابعة أثرت شوية على النجوم أن هم يقدموا اللي بحلموا به وأفكار وأعمال وإلى آخره السنة دي فيه انفراجة جبيرة جدا انفراجة على كل المستويات وده بيسر المشهد الدرامي في الحقيقة لعام عشرين اتنين وعشرين بنشوف أن فيه نجوم بتغير من جلدها وبتغير من شكلها وبياخدوا تجارب جديدة ومختلفة بنشوف فيه أفكار بقت أكثر جرأة وما بين سواء أفكار بتنقل رؤية للواقع أو حتى خيال المؤلفين بنشوف مخرجين في الحقيقة بعد اللي شفناه على المنصات من تفاوق كبير في المفردات العمل الفني سواء ديكور تصوير أفكار جرأة ده حفز مخرجين للشباب أن هم لازم يكونوا معايشين ومعاصرين للمفردات الفنية العالمية الكبيرة في الحقيقة عندي إحساس أن احنا هنشوف في السنة دي موسم فيه فنيات عالية فيه أجيال مختلفة كمان بتميز هذا الموسم بنشوف نجوم كبار جنب مرحلة الوسط وجنب الشباب بطبيعة الحال إحساسي أنه هيبقى موسم سري ومتنوع زائد كمان أنه في منطقة زي مثلاً الدراما الوطنية إلى حد ما بتواصل المسيرة سواء على مستوى تاريخي أو على مستوى بنعود بالزمن الوراء فيه دراما اجتماعية كبيرة بتختارق قضايا شائكة لكن أنا أتمنى أن احنا نشوف الأعمال دي بلا أفكار مسبقة نشوفها وإحنا في وجداننا إحساس بالاستمتاع بنجومنا وبأفكارنا وبقضيانا وواقعنا الفني اللي بيعكسه شاشة دراما رمضان على مستوى العالم العربي طيب أستاذ خالدي ممكن الناس بتقول مفتقدين الكوميديا شوية احنا بنتكلم عن الكبير قوي الجزء السادس ويوميات زوجة مفروسة قوي تقريبا الجزء الخامس للفنانة دي البحيري لكن الناس كانت نتعود على جرع أكبر من كده شوية في الكوميديا في رمضان طبعا بصي هو الكوميديا متراجعة إلى حد ما مش متراجعة فنيا يعني متراجعة من حيث الكام سواء في السينما أو في الدراما يعني لو انت بصيتي كده حتى للمشهر السينمائي هتلاقي كل نجوم الكوميديا بقهم يعني ايه مش موجودين على الساحة آخر سنتين ثلاثة هل هي مخاوف من انه ظهوره الجديد هيقلل من الكاراكتر والجمهورية والشكل اللي كان حققه في أعماله الأولى برضو مسئولية صعبة على نجم الكوميديا انه يقدر يواصل بنجاح طب هنا نحمل نجم الكوميديا فقط المسئولية ولا أيضا السيناريست والكاتب في الحقيقة الكل لأنه هو يعني النجوم الكوميديا مثلا هنقول مثلا حلمي هنيدي سعد إلى آخره من نمازج هن رمزي إلى آخره أصبحوا مرتبطين ارتبطوا سيك بمجموعة من الشخصيات البحث عن شخصية ونص كوميديا جديد ده مسئولية كبيرة وأصبح فيه نوع من التردد أرجو أنهم يتخلصوا من هذا التردد لأن الجمهور بيحبهم وإحنا فعلا في اجتياء وكات الكوميديا المصرية بنجمها من أهم مميزات الدراما عندنا طبعا تفعل كبير جدا مع البرومو بتاع مسلسل كبير قوي دلوقتي مثلا هتلاقي المتواجد بشكل مستمر في مسألة الكوميديا مثلا أكرم حسني عندنا في بيتنا ريبوت جزء تاني ربما مسلسل روبي يبقى فيه نوع من الكوميديا رانيا وسكينا عارف أن النجمة الكبيرة يسرى اللي هي قررت أنها تخذ تجربة مختلفة السنة دي لحد ما بتقدم في أحلام سعيدة مجتمع لايت كوميدي شخصيات ومواقف كوميدي حتلمش شوية مع الجمهور في البيوت ومتابعين وعالشاق يسرى لكن الكبير أو طبعا أحمد ميكي ليه جمهورية كبيرة والجمهور رتبط بهذا الكراكتر يعني أعتقد أنه السنة دي يعني هتبقى فرصة كبيرة لأحمد ميكي لم يرها من قبل في أجزاء الكبير لأنه تقريبا بيغرد منفردا كنجومية على الساحة مش هايف ده ميزة ولا عيد ده سلاحزة واحدين في الحقيقة أنه الجمهور ممكن يحس أنه إلا ميكن إحنا كلنا متركبين أنه يتبقى فيه مواقف والنجم أحمد ميكي في الحقيقة يعني قادر على أنه يخلق مواقف جديدة ويظهر بشكل مختلف بس حيتشاف يعني بشكل هيبقى لثبوت كبير فإحنا في الانتظار هنشوف هل هيضيف الجزء الجديد من الكبير للمشاهدين ويضيف بريك كوميدي مختلف ولا حيبقى يعني تحسي أنه ماشي في النطاق وسير بالشخصيات اللي قدمها في الأجزاء الخامسة اللي فاتت طيب سوس خالد خلينا نروح من الكوميديا للواقع لأن إحنا عرفين أن المعركة الحالية اللي بتخوضها مصر هي معركة الوعي علشان كده شفنا في الفترة الماضية قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المخابرات المصرية بنتكلم على هجمة مرتدة بنتكلم على القاهرة كابل وعندنا كمان السنة دي فيه العائدون شايف إزاي النوعية دي تحديدا من الدراما كقوة نعمة حقيقية لمصر بالإضافة لإضافتها لوعي المشاهد في الحقيقة أنا يعني سعيد جدا بحماس حتى الشركة المتحدة وكل المهتمين بهذه القضية لأنه القوى النعمة لها دور كبير جدا في مسألة الوعي ولأنه عشنا فترات على عمال درامية أخرى من مناطق كتير أخرى بتحاول تشوش وتعمل أخطاء تاريخية وإلى آخر قيمة هذه المسلسلات إنها بترسخ لحقائق ووقائع في معركة مصر مع الوعي ليس فقط في الداخل ولكن في الخارج أيضا وإنك تعرف مين هو عدوك الحقيقي وأجمل ما في هذه النوعية من المسلسلات هي كم الإبداع اللي موجود فيها وكم إبهار النجوم يعني إحنا شفنا كريم تجمع الفنانين كمان في عمل واحد دي ده بيجذب الجمهور بشكل كبير طبعا أولا هؤلاء النجوم سواء أمير كرارة أو كريم عبدالعزيز أو مكي أو نجوم آخرين أو أحمد عزي طبعا اليوم جمهرية كبيرة جدا وفي الحقيقة وجود هؤلاء النجوم في أعمال بتناقش مسألة الوعي وبتناقش إزاي مصر واجهت الإرهاب العالمي والدولي وإيه هي المخاطر اللي كانت بتحيط هذا المجتمع بنقدم الحقيقة الجمهور عاش بعد هذه الأحداث لكنها بترسخ وتؤكد طبعا حقائق لم يعرفها بشكل تفصيلي الجزء الآخر يعني أنا دايما الحقيقة ما بتكونش كاملة طبعا فأنت أنا عايش جزء من الحقيقة لكن الجزء الآخر يمكن الأعمال دي هي اللي بتورهوني إيه اللي تصرف اللي حصل اللي خلى ده يؤدي أو النتيجة اللي كان بسببها ده حصل أعتقد هي دي اللي بتسرده هذه النوعية من الدراما بص أنا شايف أنه قيمة هذه الأعمال مش بس أنها بتستعرض قدامك أحداث وتحطوا قدامك الحقيقة بقدر ما هي بتترك فيه تأثير هي بتحطك على بداية الخيط إزاي تشوف الرؤية صحة وإزاي تفكر في اللي كان بيحصل حواليك وإزاي تفكر في ما هو منتظر لهذه المنطقة من العالم وتبني عقول كمان النشأ الجديد لأنه يعني أنهم يشوفوا ده من خلال شكل درامي بيكون أسهل الوصول لهم بالنسبة كبيرة وكمان لما بيكون نجم محبوب بالنسبة لهم فالموضوع بيكون سهل أنهم يرتقوا بوعيهم ويفهموا ويشوفوا الدنيا رايحة فيهم طبعا خاصة الأجيال الجديدة يعني أنا بسعيد جدا أن أنا شايف فيه التفاف من أطفال ومراهكين وشباب في سن صغير وفي الانتظار أنهم يشوفوا مسلسلات هذا العام وخاصة أننا عندنا زي ما حدرت تفضلت العائدون مثلا لأمير كرارة القضية بتاع العائدون قضية كبيرة ومركبة وأعتقد أن اختيار موفق جدا لأمير كرارة بمحقه من شعبية وهو بيتمهز في الحقيقة بالأداء الثالث مع أحمد نادر جلال كمخرج وده بيجيد التعامل مع أعمال الحركة والأكشن والآخر أعتقد أن احنا هنشوف مباراة مش بس فكرية مش بس فيها نضال لبطل مصري وإزاي بيقدر يتعامل مع المجتمع الإرهابي والمجتمع الداعشي وإن إزاي بيقدر يوقف هذه المخاطر هنشوف كمان مباراة فنية لأنه مثل هذه الأعمال بتبقى محتاجة تتنفذ فنين كويس وأنا عندي في الحقيقة سوكة كبيرة في أمير كرارة وأحمد نادر جلال اللي احنا إن شاء الله نشوف مسلسل جازب ولما يتقدم هذه النوعية من الأفكار بشكل جازب أعتقد أنها بتحتل مكانة كويسة احنا بنشوف أكثير أفلام وأعمال أمريكية عندنا كمان السنائي القوي جدا فنان فتح عبدالوهاب والفنان طرق لطفي في جزيرة غمام والنجمة بص بهذا السنائي أنا بعشقه في الحياة يعني ده سنائي نضغ جدا وبقوا في منطقة تانية من التمثيل لما شفناهم في الكاهرة كابل قد إيه؟ قعدنا اكتشاف طرق لطفي وفتح عبدالوهاب أعتقد أنه هذا المسلسل سيحظى بمكانة خاصة عند الجمهور لأنه فيه نجوم تقال هنشوف مبرايات في التمثيل بين فتحي وطرق لطفي والنص بتاع عبدالرحيم كمان صحيح وحسن من الباوة في الحقيقة كمان هو مش صعيد تقليدي صحيح يعني إحساسي زي ما تكلمت مع الصعي عبدالرحيم أنه الصعيدي اللي هو على شاطئ البحر إزاي المجتمع الهادي بتشوشر عليه عناصر الشر وحالات الخصام وحالات الانتقام والآخر وإزاي بنرجع نعود تاني كمان هو عامل كده يعني كوكتيل بين الصعيدي والغجري والصوفي هذه الأجواء كانت بتميز الدراما المصرية أعتقد ديه الأصيرة يعني هنا احنا بنتكلم على أعمال درامية بترصد حال المجتمع الحقيقي طبعا ويعني بس عشان ضيق الوقت أنا عارف أن الكلام مع حضرك محتاج حلقات وحلقات يا أستاذ خالد لكن عاوز برضو أروح لنقطة تانية دون تحيز لأنه مسلسل من المسلسلات اللي هتتزع عندنا على شاشة القناة الأولى إن شاء الله في رمضان بدا من اليوم بنتكلم على مسلسل دايما عامر وبينائش قضية في منتهى الخطورة يمكن تم إهمالها لسنوات طويلة أوي بنتكلم في 32 سنة من أيام مسلسل ضمير قبل حكمة اللي كان بيناقش قضية التعليم في مصر بص أنا أحساسي مصطفى شعبان ومجد الهواري أعتقد مصطفى شعبان ومجد الهواري وفي الحقيقة هو ده السنائي أتوقع أنه هيعمل حالة درامية اجتماعية بعد الزوجة الرابعة كانوا عاملين حالة درامية قوية مع بعض طبعا أعتقد أن ده هيبقى من أكتر مسلسلات اللي يلتفى حواليه شرائح كثيرة من الجمهور لعنده مميزات كثيرة جدا أولا هو الحد ما مش وعزي يعني فيه جزء من اللايت كوميدي وفيه جزء اجتماعي ثانين هو من نجم مصطفى شعبان الحقيقة بيجيد النوع ده طبعا تحسي أنه مسلسل عائلي صحيح لأنه كمان في مناقشة قضايا التعليم وأعتقد أن ده هيبقى ليه السابق في الحكاية دي أنه عامل الفروقات بين المدارس العادية والمدارس الدولية والمدارس الناشنال والإنترناشنال وإزاي المكسي ده الصراع اللي موجود في كل البيوت بلغبة الأسر وبلغبة العائلات وثقافات متعددة هنا فيه مواجهة بين ثقافتين الجيل الجديد بيسمع إيه وبيشوف إيه وبيتعامل إزاي مع مدرسه وده بيخلق في الحقيقة دراما حية وإزاي الجيل القديم بيتعامل مع ده إزاي الأسر أصلا هتتقبل المستوى الفكري والمجتمع اللي عايشين فيه أولادهم هتبقى أعتقد حالات ومواقف طازجة هتدي مزاق خاص لهذا المسلسل وإحنا في الحقيقة محتاجين فوضية التعليم دي ناقش حاجة كثير قوي في الحقيقة محتاجين اللي احنا نتابع ونحكم أعتقد مع تنوع وتعدد هذه الأعمال الدرامية طلب ورمضانية داس كلنا مضعتين نشوف ماذا سيصفر المشهد الأول سوس خالد محمود كل سنة وحضرتك طيب رمضان كريم عليك يا رب وعلى كل سنة وعلى كل سنة المشاهدين نورتنا في صباح الخير يا مصر شكرا لك 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 ش